اشتركوا في القناة سنقرأ باللغة الإنجليزية لهذا الفصل الأول والآن سنرى بقية التمارينات وكيفية تحليل نص إذن سنقرأ النص سنقوم بالشرح إذا المرحبا أصدقائي أنا اسمي أبو بكر أنا تلميذ عمري 12 سنة أنا من الجزائر وأعيش في طمان راصد أنا أذهب إلى مدرسة شيخ عمود أو متوسطة شيخ عمود ماذا عنكم إلى اللقاء سنقوم الآن بقراءة الأسئلة قبل ذلك كما كنت أقول دائما يمكنكم إيقاف الفيديو الإجابة على الأسئلة ومقارنتها بالإجابة المعطات Task 1 Color the correct answer إذن يجب تلوين الإجابة الصحيحة أولا أبو بكر is 8 years old 9 years old 12 years old إذن ما هو عمر أبو بكر؟ هل ثمانية أو تسعة أو إثنى عشر سنة؟ حسب النص الإجابة هي الثالثة إثنى عشر سنة إذن نقوم بتلوين إثنى عشر سنة 12 years old ثانيا He lives in هو يعيش فيه حسينية تمان رصد منشستر حسب النص فهو يعيش فيه تمان رصد الإجابة التي في الوسط ونقوم بتلوينها ثالثا He goes to primary school middle school high school إذن هو يذهب إلى ابتدائيا متوسطة أو المدرسة العليا ثانوية إلى آخره حسب النص الإجابة هي middle school التي في الوسط إذن سلنوين الإجابة التي في الوسط بالنسبة لسؤال الثاني بالنسبة لتمرين ثاني task 2 read and write true or false إذن قم بالقراءة وأكتب صحيح أو خطأ true صحيح false خطأ لدينا أربعة جمل four tense إذن جملة الأولى أبو بكر is 21 years old جملة ثانية أبو بكر lives in حسينية ثالثة أبو بكر is a doctor جملة رابعة أبو بكر is from Brazil نبدأ بجملة الأولى أوقفوا الفيديو ضعوا إجابات احتمالات وقارنوها بالنسبة لجملة الأولى أبو بكر is 21 years old في عمره 21 سنة سنكتوب false ثانية أبو بكر lives in حسينية هذه أيضا نكتوب false لأنه يعيش في ثمان راسل بالنسبة لها أبو بكر is a doctor هل هو صبيب يهن false أيضا أبو بكر is a pupil سنين رابعة أبو بكر is from Brazil إذا نقطع أبو بكر is from Algeria نكتوب false إذن كل إجابات خاطئة ولا توجد إجابة صحيحة بالنسبة للثمارين الثالث fill in the gaps listen eleven stand up black إذن fill in the gaps أي املأ الفراغ لدينا listen استمع eleven لعدد 11 stand up قف ولدينا black أسود إذن بالنسبة للصورة الأولى سنكتب stand up قف أما بالنسبة للصورة الثانية فهي واضحة جدا black لون أسود أما الصورة الثالثة فهي listen استمع أما الأخيرة العدد 11 11 وصلنا لمرحلة الثانية part 2 task 1 match the punctuation marks with their names إذن سنحاول أن نربط match أي ربط كل كل علامة بإسمها إذن full stop question mark exclamation mark comma full stop full stop من بين الاقتراحات الأربعة هي الاقتراح ثالث وهي نقطة question mark إذن question مثل الفرنسية question أي سؤال أي علامة استفهام وهي الرابعة exclamation mark هي علامة التعجب نربطه بالأولى أما كما فهي فاصلة نربطه بالثانية task 2 سؤال الثاني reorder the words to get correct sentence إذن لدينا جمل غير غير مرتبة سنرطبها للحصول على جملة مفيدة ولديها معنى لدينا ثلاث جمل I'm I'm old I year ثانية live لدا I in أما ثالثة Algerian full stop I I إذن سنبدأ بالجملة الأولى I'm 13 old I full stop years إذن في الإنجليزية مثل فرنسية نبدأ بالفاعل الفاعل في هذه الجملة هو I إذن سنكتبه الأول بعدها يأتي الفعل الفعل هنا هو I'm ويصبح I am بعدها نضيف العمر 13 لعدة 13 بعدها years old ونقطة وتصبح I am 13 years old أما الجملة الثانية leave لدا I in هنا أيضا نبدأ بالفاعل اللي هو I بعدها الفعل leave بعدها in ثم المكان بليدة ونضع full stop تصبح الجملة I leave in بليدة أما بالنسبة الجملة الثالثة كما قلت سابقا نبدأ بالفاعل I بعدها الفعل I بعدها الكلمة المتبقية Algerian ونضع for stop وتصبح الجملة I am Algerian ننتقل إلى تمارين آخر بالنسبة لتشكري pronounce and classify the words سنقرأ الكلمات وسنضعها في الجدول إذا كانت الكلمة فيها I نضعها في الجدول الأول إذا كان فيها A نضعها في الجدول الثاني أوقفوا أوقفوا الفيديو نضعوا الإجابات بعدها انظروا إلى الإجابة المقدمة لدينا أربع كلمات four words كلمة الأولى play play أي يلعب play أي نضعه في الجدول الثاني أما الكلمة الثانية five 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 لديه I إذا نضعه في الجدول الأول ومعنى خمسة white white اللون أبيض ونسمع I نضعه في الجدول الأول أما الكلمة الأخيرة day day يوم ونسمع A نضعه في الجدول الثاني نتمنى أن تكونوا قد استفدت من هذا الفيديو لا تنسوا قبل المغادرة شاركوا في القناة فعلوا زر الجس واضغطوا على لايك شاركوا الفيديو لتعم الفائدة لا تنسوا ترك تعليق لتشجيعي ولا تنسوا أن توصلوا الفيديو إلى وحدك هناك فيديوهات حققت نجاح كبير وفيديوهات لم تشاهدوها اذهبوا لمشاهدتها لتستفيدوا قبل الدخول في موعد الاختبارات لا تنسوا توصيل القناة إلى 20 ك 20 ألف متابع قبل نهاية هذه السنة نلتقي في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر